وضعت الحكومة برامج عمل محددة الأولويات خلال عام عشرين ثلاثة وعشرين وتم تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف لتوفير الموارد المائية اللازمة لعمليات التنمية وكذلك رفع كفاءة وتطوير منظومة الرأي والصرف ونجحت الحكومة في توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا وذلك للتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر